اشتركوا في القناة هل بتقدر تروح دورياً لتزور طبيبة كل شهر مثل ما كان بالماضي؟ هل لازم تعمل شيء تاني؟ هل إذا ولدت بالمستشفى ممكن تصاب بالكورونا أو تنقل لجنينة؟ كل هالسؤالات وأكتر رح نسألك ياها دكتور بسياق الحق أول شيء خلينا نعرف هل المرأة الحامل هي أكتر عرضة لالتقاط فيروس الكورونا؟ سبق وذكرنا نحن بأكتر من مقال وأكتر من موقع أنه ما في دراسة لحد هل أثبتت أنه كونك حامل أنت أكتر عرضة للكورونا من غير الحامل هيدا شيء تقريباً محسوم في نقول لحد اليوم وبالتالي إذا عبخطت للحمل أو إذا أنا حامل حالياً من خلال شاشة مريم تيفي أحب أن أقول أنه ما تعتلهم بهذا الإطار يعني إذا في أسباب تاني تأجل حامل أو غيره بس إذا حامل حالياً ما في داعي تخاف طالما عبتلتزم يمكن حتسأليني بعدين عن الإشياء اللي يجب نلتزم فيها هلأ دا نكون دقيقين وفي حال صار فيه إصابة متقدمة بالكورونا يعني مش بس كان عوارض خفيفة صار فيه إلتهابات بالروية وعوارض قوية مضعفات قد تكون قوة العوارض بالمرحلة المتقدمية أقوى عند الحامل بشهر الثامن والتاسع فقط لخير أقوى بشوي يعني بالشهور الأولى لأ بدل متلمة الغيرة مع تقدم الحمل والتغيرات المناعية والفيزيولوجية بسير الرية أصغر الرواية ومعرضين أكتر إذا صار فيه يعني عوارض متقدمة بالشهر الثامن والتاسع بتكون عوارض أقوى عند الحامل منه عند غير الحامل وبالتالي يعني شيء قليل كتير بس ولكن للأمانة نحن عم نخبر كل الصورة بس ولكن بالعموم لا يشكل الحمل أي خطر إضافي على المرأة الحامل من غير الحامل دكتور إذا صار فيه مضاعفات مثل ما بتقول بشهر الثامن أو التاسع شو هي المخاطر الحقيقية اللي بتتعرض للحامل وها جنينة من جراء المضاعفات وشو البروتوكول اللي بتعملوه بهالوقت بتوالدوها أسرع شو بتعملوه على ما صبوت؟ لازم يعرفوا السيدات الحوامل انه انه هي السبكتروم أو هي يعني إذا بدك مجال المرض الكورونا هو تقريبا لحد الخمسة وثمينة بالمية حالات عادية جدا وبسيطة وبين الخمسة وخمسة عشر بيطر يروحوا على المشاشفة المراقبة أو بثمينة ثلاثة بالمية للعنية الفائقة والتنفس الاصطناعي وغيره طالما هي بعد من بمرحلة التنفس الاصطناعي عند الحامل تلحق نفس هذا النظام خمسة وثمينة بالمية وثمينة بالغاية مثلا بطل غيره؟ بطل غيره مبكرة أو تعمل قيصرية أو تحت المراقبة عمل رائع بإذا العوارض تطورت أو لا مثل ما تكون الحجر المنزلي عادي بالبيت أو أنا بقع بالبيت برائع بحالي إذا تطورت العوارض عندي أو لا ما بتعتوا أي علاج بحال كانت بالمستشفى وما فيه مضاعفة يعني ما فيه عنده أي مضاعفة بس بترائبه بكترائب تكثف الأكسجين بكترائب نبضات العفوة معدل التنفس بديك تعطي مي بشكل محدود مش كتير وترائبي ليه بشكل محدود دكتور؟ لأنه كمان إذا فيه عب بصير فيه عوارض على الرواية ما بديك تزيد كمية المي بدون أي انتباه يعني بدون أي مراقبة إلى ما يفيت ما يطالع مش هم تأثر الرواية وغيرها من الأعضاء وبتكوني إذا بديك يعني منتبهة لا قديش عب تعطي السائل مصل أو غير ذالي فبهالحالة هيدين بردو كمان بتراء بالوضع فقط إذا كانت بحالة شوية متقدمة وعبتتدهور لسماح الله الحالة ساعتها بتلجأ إلى قصة الولادة السريعة يعني القيصرية وغيرها اللي بصير بكتخلي فيها لأنه فيها تدهور إني أنت شايف إن الحالة عبتتدهور إذا هي مثلاً عبتطلق وصارت أربع سنتي وخمس سنتي وعم بتشد وإلى آخر هي بس بنفس الوقت كمان العوارض على الرواية عم بتزيد ما قادرة تشد جربت تحطي الملأة تحطي الشفات وما تساعدك القصة ساعتها بتعمل أيضاً قيصري اللي بدي يقولوا أنا إنه ما في داعي للعملية القيصرية كونه في كورونا دواعي العملية القيصرية نفس الدواعي اللي مستعملها بحياتنا يعني من السشفى أو بالعيادة الشهنة العلاقة بالأم أو العلاقة بالجنين لا يشكل كورونا عامل إضافة لنزيد القيصرية شو المخاطر الحقيقية اللي بتتعرض للمرأة اللي عم تولد لا إله ولا الجنين أيضاً يعني إذا كانت هي حاملة هيدا الفيروس وعم تعملولها عملية قيصرية أدي في ريسك إنه الولد يلقط وما بعد الولادة إذا بدأت تردع تقدر تردع هل بينتقل الفيروس بالحليب نعم أو لا بداية الفيروس منه موجود لا بالسائل الأمنيوسي أو ميت الراس ولا موجود بالخلاص ولا بحبل الخلاص ولا بحليب الثالي ما موجود كفيروس هلأ في حال هي عم تولد طبيعي أو قيصرية وحاملة الفيروس بتكون طبعاً حتى كل إجراءات المنع وإجراءات الوقاية الشخصية لأنه على الشد ما بديك تطلع على الرذاذ لأن هذا الفيروس موجود في الرذاذ اللي بيجي من التنفس القوي أو بيجي من السعلة أو بيجي من العطس أو غير ذلك هيدا بيحمل الظاهر فإذا عم بتشد يعني المولدين بيهارفوا بس تشد عم بتطلع كتير رذاذ وعم بتطلع كتير بلغم وغيرها بتكون في عنده هيدا الوقاية بتسكروا على وجه؟ بتسكروا على وجه بالعملية ممكن بتسكروا مثل الفيس ماسك حاجز ايه طبعاً لا يكون فيه أي رذاذ عم بتطلع نا هلأ خلال العملية فريق العمل الجراحي بتكون لابسك فل البي بي اي ما يسمى أو أدوات الوقاية الشخصية فل الغرفة مجهزة تحت ضغط الأكسجين السلبي وكل الفريق بهذا الإطار لأنه مش يمتطير الرذاذ من الهيدا صار فيه أكثر من تجري بلبنان وتموا بنجح طبعاً لأنه يعني كانت المرأة الحاملة عندها الفيروس عندها عندها طبعاً عندها يعني إذا كان أخذنا كل الوقاية ولدنا ولدنا بالسلامة ولدنا بالسلامة ولدنا بالسلامة هو الجنين حامل الفيروس نعم أو لا لا ينتقل لا ينتقل عمودياً نعم ولكن قد ينتقل أفقياً وأصدق أفقياً أنه أخذته لنقول أخذوا الطبيب أو طبيبي أو الممرضة أو القابلة أو غيرها وصار فيه بطريقة غير مباشرة احتكاك هزمط شيء من الماسك بطريقة هذي نعم طريقة تناول الجنين المولود عمودياً ما في أي إثبات رسمي بالدراسات لحد الآن من أوروبا ومن أمريكا أنه في انتقال عمودي دكتور تعملوا بي سي آر للجنين أول ما يخلق إذا كانت المرأة حاملة للفيروس طبعاً إذا بدك بنحك عن البي سي آر إذا عندك وقت تقصي عن طريق البي سي آر هلأ فيه إجراءين إذا كانت العوارض العادية عندها ميلد بسيطة وفيه التزام محل ما نحن بالمستشفى نعم وهي بإدوات الوقاية الشخصية فيها تردع طالما عند لأنه هي الجنين المولود بلقط من الرضاعة عن طريق الرذاذ مثلا فيه اقتلاط مش من الحليب الثاني مش من الحليب وإذا بالتالي قادرة تعملي إجراءات قوية وواضحة بين الأم والمولود كتير منه فيك تقدر تردع وإلا فيه كمان يعني مراكز علمية تانية وجمعيات علمية بتقول أنه لازم يكون فيها عزل 14 يوم يعني الأم ما فيها تردع ولا تتمسك الولاد يعني فيه اتجاه هيك وفيه عزب أنت وين بس مرض أنت صحة العالمية مثلا بتقول لك أنه فيها تردع السيدي السيد هو مركز ضبط الأمراض بأتلانتا جورجيا بأمريكا بقول لك أنه لا خليه تكون فيه عزل أسبوعين أنا بأعتقد الأولوية بدا تكون لأهمية البوند بين الأم وبين المولود كتير مهم هذا الشيء هذا زي ما قد أولوية ورضاعة لازم تاخد أولوية بهذا الإطار طالما نحنا عم نمارس إجراءات الوقاية والحماية بس صعبة شيء يعني هي صعبة ما النهينة ما شعب اللي كيمكنت قال لك أنا ما بدي أقعد هذا الريزك يمكن الجو المستشفى قال لك إحنا ما نقدر نتحمل هيك شيء ما عنا يعني الأدرة أو الإمكانية أو ما نقدر هذه النقاطرة ساعتا بصير فيه عزل وبتقوم أحد الممارضات بشفط الحليب من الأم وأعقاقه أيضا يمكن هاي طريقة سليمية شو رأيك دكتور إنه تشفط حليبة وتعطيه بالخيارين موجودين الخيار الأسهل يمكن هايضا إذا هي بحالي العوارض متقدمة وكتير مدايئة يمكن ما فيها هي أساسا ما رح تقدر تردع والعازل قد يكون في غرفتين منفصلتين أو قد يكون بنفس الغرفة مع برداية وحفظ المسافة يعني مترين مسافة أمني مترين بينحط المولود حد أمو بس بمسافة مترين كمان في كتير حالات قصة البوندينج والروم إن التواجد المولود مع الأم في الغرفة يعني كمان إش أساسية ما لازم مدام ريتاي يعني الإشة النفسية والإشة المهمة يعني تروح هيك تقع بالغلط تحت اسمها إن الكورونا هلأ مش وقتها ما ندلع عيدا صحة نفسية مهمة كتير تقصد للمولود وللأم طبعا رابط الأسرة يمهم كتير صحي ما لازم نضيع إنه كل الكورونا هلأ مثلا أكل الدنيا كلها ما لازم نضيع ننسى إنه فيه نساء عندهم مشاكل فحص إزازة سرطان ثدي حبوب منع الحمل فيه أمراض قلب فيه ضغط يعني ما ننظرنا متذكرين كل الحالات طيب البروتوكول اللي كانت تتبعوا المرأة الحامل يعني زيارات دورية كل شهر يمكن بتزور طبيبة على صحة السلام هيدا تغيرت شي راحت يعني كنتوا تتبعوا المرأة الحويم اللي كنتوا تتبعوا على التليفون البرح كان عندي حاضرة كمان بأحد الجامعات وكنت عبرها للدراسة تصوري هلأ يعني فيه تبني البروتوكول الجديد مثل ما تفضلتي بياخد زيارات الحمل اللي كان يجو فيه ناس بيجو عشرين زيارة بالحمل تبعهم عشرين فيه ناس 22 فيه ناس 18 زيارة بس ليش هلأت؟ هو عادة مش مرة بالشهر؟ هي عادة بين 9 و 12 زيارة بس فيه ناس بيجو أكتر أنه بيطمنوا يطمنوا يسمعوا دربات القلب تقول فيه معدل 12 زيارة هلأ بالبروتوكول الجديد أربع زيارات فقط بالشخصة موزعة كيف الموزعة؟ كيف الموزعة؟ يعني عندك بالفصل الأول زيارة بالفصل الثاني زيارة بالفصل الثالث تقريبا بين الثاني والثالث يعني بالشهر السابع وبالشهر التاسع زيارة وبيصير هناك دمج لمثلا اللقاحات وفحصات الدم لنقول بمحل وفحص الإزازة بيصير عندك فحص السكر مثلا وفحصات أخرى بالزيارة يعني السورة الصواتية دم أعملها بالشهر الخامس فيها طبعا بتعملها السورة الصواتية مهمة كتير تقصي للجنيد معها بيكون مدموج كم فحص يعني كل اللحوصات تدمجوهم مع بعضهم مع ثلاث زيارات مجموعة الزيارات الإن بورسون بسموها بالشخصي أربعة والأونلاين أو الزيارات الفيرتشول تالي مادسين أو تالي هيلف بيكونوا أربعة زيارات هايدي خلص لا تغيري البروتوكول منيح أنا بتصور بتقديري الشخصي لأما بعرف تطبيقة بلبنان بس في عندي كمان بلبنان متل ما في مجموعات بتحب تجي يوميا وتسأل وتشوف بالشخصي في ناس كتير يمكن من الجيل الجديد من الجيل اللي هو كتير في قصة الأونلاين كوميونيكيشن هيحلق بعمل تالي هيلف وأنا كتير عم تسير معي وأكيد عم تسير مع غيري عالتليفون بوديلك صور بوديلك حصات كذا بتشوفهم بذال في عندك آلية هي إنو كيف أتعاب الطبيبة تسير وهيدي عم تنشغل بالنقابة عم تنشغل وبغير الجماعات عم تنشغل بغرفة العمليات دكتور طبعا هناك خطر بالإصابة يعني بانتقال العدوى إذا كانت المريدة أو يعني إذا كان من أحد الطاقم الطبي مش عارف حاله طبعا ثبا إلى آخرى طيب هون شو الاحتياطات اللي بتخذوها بغرف العمليات الزيادة هلأ عن قبل ما فيه شي اسمه بروتوكول لتحضير غرفة الطلق فيه بروتوكول لتحضير غرفة الولادة وفيه بروتوكول لتحضير غرفة العمليات وفيه بروتوكول من أطباء البنج كيف بيحضروا حالهم إذا عم يعطوا مثلا الإبرة الضهر نسميها الإبرة البنج إذا عم نعطيها ونحن مرتحين يعني جاي عم تطلق وعادي ما في ضغط أو إذا تطريتي مثلا صار فيه داعي لإجراء حالي طرقة قيصرية كمان فيه إجراء تاني كيف تطعط البنج لأنه وقت ما فيه تلحي تطعط البنج بالدهر بيطعط البنج عام هون كمان لأن عطاعت البنج عام وتم السيد المفتوح كمان بتكوني لفسي أكتر بيسموه الفل بريكوشن لكل الفريق أوقات بيكون عندك الوقاية الشاملة لبعض الفريق بيتفوت بعدين بيفوتوا الآخرين بعد ما تنام أو تتبنج المرأة العططلة أو كذا سوف فيه كتير تفصيل بحب تطمن أنه المراكز بلبنان المستشفات التي اعتمدت من قبل وزارة الصحة وهي الجامعات الأكاديمية هناك إجراءات علمية مهنية فعلا من الدرجة الأولى وما فيه أي خوف أبدا أنه يكون فيه أي دفوش محل أو سيف محل أبدا أبدا طالما نحن كمقدمي رعاية ملتزمين بكل البروتوكولات وأيضا على السيدات وأسرهم أنه يلتزموا أيضا أنه تجي هي لحالة بيجي مع شخص تاني إلى آخره هيدا كمان لازم نعملها بس بطمن الجميع ما فيه أبدا خوف وعننا عنا تمام حالات حليقات عنا عشرة إيجابيين للكورونا بدون يولدوا قريبا ايه فيه حدا أولاد وماشي حالة بتجنن مرتاحين صحيا ولا عندهم تجنن بتجنن والبابي بجنن وفيه هلا تقريبا شي تسع حالات إيجابيين معا بتتابعوا وماشي الحالة دكتور فينا نحكي شوي على البي سي آر كيف يعني البروتوكول اللي بتعملوا إذا بدأ طولت قيصريا إيجباري تعملوا للبي سي آر ولا كيف بتصير الأمور هلا شوفي يعني ما فيه بروتوكول وطني فيه إرشاد نا وطبعا كله برتبط إمكانية البلد لأنه حتى لبنان الدول اللبنانية أو الحكومة اللبنانية ما قادرة تعمل بي سي آر قد ما بتقدر لأنه فيه إمكانية محدودة بس عم يعملوا فوق الالف وخمس مئة يعني فحس يوميا لازم نعمل خمس وشت ثلاث مثلا نا نا فيه أشخاص تقول لك بلا ما تعمل بي سي آر ما قلوا عايزة يخلي الناس تعدي بعضها وندبر حالنا يعني فيه كذا رأي علمي مناعة القطيع مناعة القطيع مناعة القطيع دكتور ليسي فيه مناعة القطيع لازم يكون سبعين بالمية من البوبيولاسيون نعدد هيتك قريتي مزبوط سؤال مزبوط نا طبعا تبهونيك ثلاثين بالمية حسب الخبراء الوبائيين بكوليتا صحة العامة كوليتا صحة العامة بهاربرد بيقول لك بين ستين وسبعين بالمية بدي يكون فيه عندك انتشار ببلدين ما حتى تصير في مناعة القطيع تخيلي أنا مثل مثل نيويورك أو لندن اللي يعني ضربوا بشدة بالكورونا صحيح الإيجابيين هني بين 18 و 19 و 20 بالمية بعدها تشير للستين يعني بدي كثير وقت بعدها لهلأ 20 بالمية من البوبيولاسيون ايه ايه اذا بدي يقلب ببعتك إيميل بيقارتك كل طول عن باري بيقرجيك يوم بصور يعني اتبعاد عن مناعة القطيع بعضهم بالسويد مثلا بالسويد يعني هني اعتمدوا هاي الخطة وماشي حالهم لأنه المستشفيات عندهم تستوعب نحنا مثلا ما فينا نعتمده نحنا خلا نكون نص السويد وانا مستعد أعملك بدي كيه نحنا منا السويد مزبوط هالشي نحنا نظامنا الصحة كتير جيد بس كمان يعني دايما وزير الصحة بيحذر وبيقول انه نظامنا كويس ومليح بس ما تحرجونا نعم كمان لانما ننطول بيننا على بعضنا لا تقوم مع بعضنا لا تقوم مع بعضنا فهلا قصة الPCR نرجع على سؤالك مدام الPCR اذا هناك فيه إمكانية يتم إجراء PCR لكل إمرأة حامل تجي على المستشفى بالعكس كتير منيح لا يوجد مناع لأنه 80% من إيجابيين الحاملين الكورونا لا يوجد عوارض هذه الدراسة تجي على 8 يور 90% منيح حاملين نعم 80% وفيه دراسات يقولوا 85% حتى قد يتنون كمان 90% ما مشكلة أنا أصدي فيه كمية كبيرة كتير عندهم الكورونا عندهم الفيروس وعندهم عوارض هذه حجة الناس التي تعمل بيسي أور أنا رأيي إذا حدا بديك حامل أو أنا عندي حدا حامل قد تعمل بيسي أور أكيد تعمل بيسي أور دكتور أنا قبل ما نختم هيك عندي السؤال إذا 70% من البوبيلسيون لقطت المرض وصار عنا مناعة قطيع أنا بهمني أعرف هوليك 30% ما بيمردوا فيه يعني بصيروا عندهم مناعة لعدم التقاط ولا بيمردوا بس بدون 100% سيجوندير شو عن المزبوط بيصير بـ 30% أنا ماني خبير وبائية بس ولكن طبيب واحد بيفهم بيتابع بالشي أكيد أنت خديها مثل الإنفلوانزا إنفلوانزا حضرتك وأنا وأنت بنيأخذوا الفاكسين ما بنيأخذوا اللقاح كل سنة ما بتقول لحالك شو بني رشحت أنا بني رشحت تغير فيروس بيكون أنت أنت أخدت اللقاح اللي بيغطيلك لنقول 90% من هالفارس المتغير نعم يمكن أنت هده هشتوية جديك نوع متغير جديد مش مغطى باللقاح صحيح فأنت بس تقولي مناعة القطيع الأغلبية صار عندهم مناعة لها النوع من الفارس حتى نفسهم اللي عندهم هده المناعة قد يصابوا فيها إذا تغير هو بيغير حاله إذا تغير نعم يعني حتى 30% هنا معارضين مثلهم مثل غيرهم ليبتغطوا الفيروس طبعا بس هايدي إذا بدك يعني إذا بدك هيدا ما صار تعلمني بالطب وبالصحة العامة إنه بالنهاية شو ما عملت الناس بتاعدي بعضها صحيح طلع على كل الوبائيات اللي إجيت عبر التاريخ من من أيام بداية الدولة الرومانية للطعون للجدري لا لا صارت هيك صحيح بس بيضال في ناس بوقتها منعدوا كان عندهم مناعة دكتور نحنا خلصت حلقتنا للأسف يعني بس بدي أسألك أباوت ذا فاكساين يعني شو سامع شو سامع عم بيقولوا لجون الوحدة وعشرين أنا بعتقد اللي قالوا دكتور فاوتشيد هو يعني رئيس المسؤول الأمراض المناعية بالسي بي أمريكي وبستشار رئيس ترامب قبل الربيع ما فيش قبل الربيع ما فيش لا قبل بشهر بعد بشهر صار في معجزة بس قبل الربيع ما فيه شكرا هو يقالهم قبل الربيع لازم تعمل بلوكداون بحضة يطراه فيش تنظرنا متوقعين شكرا لإلك الدكتور فايصل الطبيب النسائي ورئيس اللجنة الوطنية للكورونا والحمل شكرا لمعلوماتك شكرا اللي أضفتها أكيد للمشاهدين شكرا لكم مشاهدينا فاصل ونواصل شكرا لكم